مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة روعة اللي هو خبز الطاوة اليمني بس قدمت بطريقة حلوة عملنا محشي بالقبرة وخلونا نشوف مقادير وطريقة التحضير هنا عندي المقادير عندي كوبين من الدقيق الابيض وكمان عندي كوبين من دقيق البر طبعا البر المستخدم دبي اماراتي والابيض فينا استخدم فالبر لازم اصفيه لازم يعني اجيبه اني من الطاحون انا مطاحن فاجيب هذا البر عشان كده فاتح تسألوني هده البر عندي فاتح طبعا فاتح لانه اماراتي دبي خلص صفيته والان بضيف اربع ملاعق او اربع ملاعق صغيرة من الحليب البودر تمام وبضيف كمان سكر ربع ملعقة يعني شوفوا ربع 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 انا قسمي على الاكواب وهنا كمان ربع ملعقة من الملح تمام على كل كوب ربع 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 وخلص اخلوط المواد القافة والان اضيف ماء دافي لانه القو بارد لكن اذا القو حار اضيف ماء بحرارة الغرف يعني عادي معتدل لكن الان خلوه لانه القو بارد اخلو الماء دافي واضيف الماء وعقن طبعا العقينة الخبز ما تكونش طرية ما تكون زي الفطاير ما تطلعش حلوة عقينة الخبز لو عقنتوها وعملتوها كده طرية وتتلسق باليد لا لازم تكون متماسكة بنفس الوقت طرية يعني حلوة انتم بتشوفوا كيف العقنة يعني متماسكة لكن مش كده طرية كأني بعمل فطاير او معقنات لا شادة نفسه شوفوا كيف نفس كده كل ما عقنتو كل ما طلع الخبز عندكم زي الفل ايش تطلع الخبزة لديدة مورقة وحلوة وطرية ومستحيل الخبزة ترجع زي الربل لما تبرد خلص بعد ما عقنتو بس رشيتها كده شوية زيت وغطوها كده بسفرة اكل وخلوها ترتاح كل ما خلتوها ترتاح كل ما سهلت عليكم بعدين انكم تلحوها او تفردوها تقدروا تعملوها من الليل والفقر تشتغلوا فيها انا خلتها ترتاح كده حق ساعة بعد ساعة قصمتها شوفوا كرات طبعا اني عملت كوبين دقيق ابيض وكوبين دقيق بر فهذه الكوبين اقسم على اربع خبزات يعني الخبزة الوحدة تقيلي نص كوب دقيق ابيض ونص كوب دقيق بر تمام او الاسمر يعني خلص هنا قصمت كده كرات متساوية خلوها كده ما شاء الله متساوية الان بخليك شوية ترتاح على ايش ببدوب الان بعمل نص كوب يعني نص كمية زيت ونص كمية سمنة طبعا هاد السمنة اللي قابت لي اياها قارتي من مصر طبعا سمنة حيواني لذيذة جدا جدا لذيذة فعملت نص كوب زيت ونص كوب سمنة هذا اللي الح فيه الخبز هذا اني طريقتي انتم تشتوا زي ما تحبوا الان شوفوا خليتها تدوب شوية السمنة دوبتها وبدأت افرض الخبزة شوفوا كيف ادهن وافردها كل ما فردتوا الخبز بشكل رفيع كل ما طلعت معاكم الخبزة حلوة مورقة تطلع لا تفردوهاش بشكل سميك لا تخلوها سميك لا خلوها رفيع خفية قدر الامكان والصراحة هي كل ما ارتاحت لما تكوروها خلوها كمان ترتاح كل ما ترتاح كل ما تنفرد معاكم بسهولة وما تتقطعش لكن اذا يعني قصمتوها وما خلتواش ترتاح ممكن تشد معاكم اثناء الفرد يعني تتقطع معاكم ده بس مش مشكلة يعني اهم شي ايش الاخلاق هم يقولوا كده يعني المين فردوها شوفوا اني احاول شوفوا اني سرعت الفيديو لكن ما رضتش اقسقس مشتش عشان تشوفوا يعني اني كيف افرد العقينة وشوفوا عالي لو تقطعات وكده اني اشتكمت تشوفوا اكتر مني اقص الفيديو وقطع وده لا شوفوا اقلس افرده افرده احاول اسحبه من تحت شوفوا كيف واضغط على وقدر الامكان احاول انه ما تتقطعش عليها بتشوفوا اللي حبة التانية اتقطعت عليها بس عادي عادي استمروا شوفوا كيف اسحبه بعد خلاص كده ما فردته تمام حسيته كده خليته مستطيلة يعني هي مربعات خلوها مستطيلة المهم تكون عشان بعدين تطبقوها تمام حاول انه كده تسانوا الزوايا حقه شوفوا كل ما عملتوا الخبز مرتب كل ما طرع معاكم حلو الان برش عليها من السمنة والزيت اللي دوبنا وكمان برش عليها من الدقيق وطبعا لانه خبز طاوة محشي فاني اش برش عليها عندي قبنة شيدر قبنة شيدر رشيت عليها وانتم تقدروا حتى تمنلسوها قبنة سائلة تدهنوها او تقدروا لبنة تقدروا تعملوا قبنة ابو ولد عادي يعني متلتات مش لازم ابو ولد متلتات يعني وبس وبعدين كده طبقوها كده عادي لدي يدي 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 صدقوني قربوها بس يشتي لي بس قلص شاهي تمام طبقوها كده شوفوا قبنة كيف طبقناها اضغطوها كده بالشكل خفيف والان ابدأوا كمان ادهنوها بالخلطة السمنة والزيت ورشا من الدقيق وبدأوا طبقوا واحد اثنين ثلاثة تتورق معاكم بشكل حلو حلو خلاص وخلوها ترتاح وكملوا الباقي نفس كده طبعا انا عملت قلت لكم اربع خبزات وهدي كمان خبزة فردت شوفوا كيف ادهن الصدح تمام بالزيت والسمن لازم تدهنوه عشان تنفرد تمام مش ينشف معاكم وحتى اذا حستوهم يعني ما تنفردش عادي يرفعوها وحاولوا كمان تدهنو تحته عشان تنفرد يعني النفسة تحاولوا انو توزعوا الدهن تحته وبدأو كده فردوها طبعا انا حطت لكم هده عشان تشوفوا انه كمان عادي يعني تقطعت معايا وكيف فردت يعني ما فيش اي مشكلة عشان كده يعني رفقت لكم هاد المقطع وانا كنت اقدر بس خلاص اعمل لكم يعني مقطع واحد تشوفوا كيف وخلاص بس اني اشتيكم تشوفوا انه لو تقطعت عادي ما فيش اي مشكلة خلاص فردت تمام وسويته الان كمان عادي ندهنة بالسمنة والزيت كده بس خفيف يعني والرشة دقيق وكمان نعمل نعملها مرشت عليها قبنا وتقدروا قلت لكم تعملوا فيها اي حشوة حتى تقدروا تحشوها كشنة اذا تحبوا كشنة الطماطم اعملوا عادي تطلع حلوة يعني كل مرة اعملها بشكل وباعملها معاكم كل مرة باعمل لكم الخبز باعمل لكم اياها يعني بكشنة معينة يعني باعمل لكم بإذن الله وهنا شوفوا كيف طبقته المكان شوفوا خليت كيف المكان المقطوع كده ومكان المقطوع للجهة التانية كده يعني معاكس للتاني مش الاثنين مع بعض حاولت زي كده يعني يكونوا وخلاص كده طبقته وعادي لو بانت القبنة ما فياش اي مشكلة كمان عادي وخلاص اذهنوها بالزيت والسمنة ورشة من الدقيق وطبقوها ثلاثة زي الاولى نفس كده وخلاص وخلوها شوية ترتاح على بال ايش اسخنو الصاق لازم الصاق يكون ساخن حق الخبز لانو الطاوة اذا مش حامية ميطلعش الخبز حلو الان قبت سخنتني الطاوة تمام وببدأ الان افرد الخبز طبعا الخبز اني بقولكم حاجة اذا انتم ملاحظين اني افرد الخبز حقيقي كبير شوية يعني القرص الواحد اني الاربع الاقراس اللي قصمت الكرات تقلي خبزة يعني كبيرة هذا قالي صغير مستغربة يعني التقسيمة اقول مش زي خبزي اذا انتم شفتو واني احط الدقيقة الابيض المقادير عملت ثلاثة ما عملش يعني عملت كوب ونصد دقيقة ابيض ما عملش كوبين فعشان كده طلع صغير اني شفت يعني لما اقيت امنتق الفيديو عرفت عشان كده كانت الخبزة حقي شوية صغيرة من زي كل مرة فعادي يعني كده وفردو عادي شوفوا اذا بانت القبنة وما فيش اي مشكلة وعادي شوفوا الاطراف كيف اسانيها كيف ادهفة بهذا باي سكين او مسترده فيها مش تقطعوها لا ندفه ونضغطه عشان بس نساوي الاطراف وهذه ما شاء الله واحدة ثانية كمان وعادي اذا قلت لكم اذا بانت القبنة ما فيهاش اي مشكلة عادي افردوها وعادي اهمش تساوي تمام الفرد لازم تساوي الفرد تمام وانتم تسانوا يعني تفردو تسانوا بيدكم تعادلوا بيدكم الخبزة لازم علشان كده تطلع كده متساوية مطلعش كده شكلة وشوفوا هنا اني قربت عشان تشوفوا كيف باين القبنة ما فيش حاجة انتم بتشوفوها بعدين كيف اني تخرج او تدوب او كده لا ابدا سوى كانت استخدمت قبنة يعني دهنتة بقبنة متلتات او كرفت يعني شيدر قصدي اي يعني او كشنة يعني عادي بتشوفو وتتحمر حلو خلص شوفو كده ساويته والان يلا على الطاوة الطاوة حامية والان خليت النار وسط الطاوة كانت على الاعلى شي بعدين اول ما حط الخبزة احطها على نار وسط وابدأ اقلب الخبز لازم الخبز يتقلب عشان ينتفخ معاكم يتورق شوفو اقلبه اول ما يبدأ كده بدأ الخبز يحمر يبدأ معايا يتحمر الخبز يعني احسو خلاص بيبدأ يتحمر الان وانتفخ معايا كده احسو انه تورق تمام اقلب الخبز بس يتقلب كل شوية اقلبه على جهة ابدأ احط الان بحمر الخبزة الان ببدأ احط من السمنة اي سمنة زبدة حتى زيت بس اني يفضلكم سمنة وابدأ اقلبه على المكان اللي دهنت القيهة اللي دهنت عليه سمنه واضغطه عندي هاده يسمونه مفحسه يسموها الي تحمير الخبز شوفو كيف او تقدروا بالملعقة او غطى قدر غطى دست او قدر تضغطوا عليه المهم تحمير بس وارفع النار شوية بس التحمير بس فقط عشان التحمير شوفو ما شاء الله كيف وهذه واحدة ثانية كمان اقلبه اقلص اقلبه لما احسه كده تورقت كده انتفخت طبعا الصاق لازم يكون حامي انتم عارفين ليش الخبز يطلع معاكم لما يبرد ينتعم ولم يطلعش حلوة يقصي هي كله السبب النار لانه تطبخوه على نار تكون النار ما تكونش حامية ما تكونش الخبز ما يطول على الصاق خلاص اول ما ينتفخ يتقلب على نار حامية الصاق يكون حامي اول ما يبدأ يتحمر حطوله اي دهن وبدأوا حمروه فقط ارفعوا النار بس عشان يتحمر ولا هو يكون استوى الخبز شوفو وارقع دهنت عليه قلبته وارقع بس عشان التحمير واضغط عليه من الاطراف بس عشان يتحمر يعطيني كده اللون كده المحمر وبعضهم ميحبوش يحمرو خلاص قلبوه واول من تفخ كده وخلاص طلعو يعني وعلى طول اطلعوه انا احطوه على قصدير يعني او مثلا حافظة حطوه على حافظة وخلاص ما شاء الله شوفو كده التحمير والان ما نسوي الشاه الملبان هنا عندي لتر من الماء يعني ترمس او دبة اللتر يجيب اربع كواب بعمل اربع ملاعق صغيرة شاهي بزيد ملاعقة عشان نحبوه تقيل نحنا طلعوه على النار اول ما يغليه كده حق خمس دقائق يجلس او عشر دقائق بس يغليه كده ويصبغ حطوه حليب الشاي انا احط علبة على الترمس على اللتر حط علبة تمام حليب شاهي وكمان رشه من الهيل ووطوه النار خلوه على نار هادئه لما يغليه اول ما يغليه كده غلوه خلاص طفوه على النار على نار هادئه يكون خلاص متسبك وتمام والان تعالوا شوفوا الخبز ما شاء الله طبعا اني عملت قرصين خبز من غير قبنة من غير ما حشيتهم مش هادونا اثنين ما حشيناهم مش قبن والاثنين حشيناهم القبنة لشيدر شوفوا هادونا محشيين الاثنين واني من زمان اعملوا عادين مرات احشيها لبنة ايش طلع روعة قدمت معه قبن سائل وعسل وما شاء الله مع الشاهي والله ده الاكل كده القوع القوع الشتاء شفتوا دهك القوع اللي يحرق حق الشتاء كل شوية قوعانين هادو الخبز اللي يترس هادو القوع يترس البطن والعين والقلب والعقل وكل شي ماشى الله شوفوا كيف هادو المحشي قبنة شوفوا كيف مورق والغبن الشيدر في كل مكان شوفوا كيف لديد لديد قربوا صدقوني لديد خاص اشتيروا بس قلص شاهي بس نحنا شوفوا عندنا الادادات تلخبطت اني وزوقي تلخبطت الاعدادات انا اعملت القرصين الخبز السادة عشان ناكله مع العسل والقبنة وهذا كده ناكله لا وقعنا ناكل القبن المحشي مع العسل والقبنة والخبز السادة خليناه انتم معارفين خليناه قلتكم الزخبطة في الاعدادات طبعا اني دهما غمصت الخبز بالشاهي ماكنيش اكلت خبز والشاهي اني هذه الحركة مقدنش يعني ماسويهاش قلوا لي من يحب كده يزكع الخبز بالشاهي زي كده وما شاء الله شوفوا هذا القرص الثاني اني بس اشتيكم اني لما ارويكم اشتيكم بس تشوفوا كيف شوفوا كيف التوريق شوفوا كيف من داخل كيف يعني لقوا بنا موزعة تمام ومش يعني ابدا لا تخافوش اشتيكم تقربوها وهنا كمان برويكم الخبز هدست الصافي السادة شوفوا كيف مورق وماشاء الله وحلو وبس والله والان بقول لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا في القناة وتفعيل قرس الاشعارات ولايكوا كومنتس حلو منكم وبالعافية لي ولكم ان شاء الله تقربوها وابدا ما تنسوش انكم تشاركوا الفيديو مع صحاب الحافة